بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم مع هذا اللقاء الجديد نتكلم به حول تضخم البروستيت الحميد إذا تكلمنا على هذا الموضوع فيجب أن نفرق أولاً بين الأعمار فجميع الأعمار عند الرجال متعرضة لهذا المرض أولاً أهم عرض موجود في هذا المرض هو تقطع البول فيشعر دوماً أنه بحاجة إلى ذهاب مراراً لكي يتبول وبالتالي تكون هذه الظاهرة مزعجة جداً لأنها القضية ليست فقط في النهار وإنما مستمرة أيضاً أثناء الليل فهناك من يستيقظ مرة وهناك من يستيقظ مرتين وهناك من يستيقظ ثلاث أو أربع مرات وهذا بالطبع يشكل إزعاج كبير وقلق وحدة في التوتر يا ترى ما هي الأسباب وراء ذلك؟ نبدأ بنحدد عمر في البداية محوري نتكلم قبل وبعد هذا العمر هذا العمر الذي نحده هو أربعين سنة قبل أربعين سنة يعني العملية مفتوحة من العشرينات وللأسف بنشوف ظواهر ما قبل ذلك حتى عمر تسعة وثلاثين سنة تكون هنا الأسباب في شقين الشق الأول يكون هناك تاريخ مرضي من التهاب المسالك البولية غير معالج بالطريقة الصحيحة بمعنى أنه ظهر هناك التهاب عدى يوم يوميا وعدى بدون أخي الدواء ولكنه لم يعدى وعدى بعدم الشعور فقط لا غير كان هناك التهاب هناك احتقان هناك حرقان في البول لكن يوم يومين شرب ميا شرب أي وصفة من هنا وهناك وعدى الأمر ولكنه لم يعالج في صلب الموضوع هناك احتمال آخر أنه تناول مضادات الحيوية وتناول مضادات الحيوية كما ذكرنا مرارا وذكرارا أنه يقتل البكتيريا الضارة والنافعة والبكتيريا النافعة في مجال المسالك البولية هامة جدا 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 لأنها تشكل عنص رئيسي في تعزيز المناعة في هذا الوصف وبالتالي سبب ليه نقطة خلق إذن هذا جانب من الأسباب الجانب الآخر ونجده في الأعمار المبكرة وقد يكون في أقل من 20 سنة وهي استخدام العادة السرية بشكل مفرد وهذا الكلام سوف يدفع ثمنه إما في نفس الوقت عن طريق تقطع البول واحتقان البول وحرقان وكل هذه المظاهر وقد يلجأ إلى حل لهذا الموضوع عن طريق المضادات الحيوية أو غيره أو غيراته فيجمع لنا سببين سبب الاستخدام وسبب العلاج هذه الفترة الزمنية أقل من 40 سنة تسمى التهاب البروستاتا ولا يطلق عليها التضخم بروستاتا بالرغم أن المظاهر واحدة والشكوى من المريض واحدة ما هو العلاج في هذه الفترة؟ العلاج يكمن في ثلاث أمور الأمر الأول نبات القريس يعتبر من أروع النباتات بدون منازع في علاج هذه الظاهرة قوي جداً كمان على الالتهابات غني جداً بالمعادن بالفتامينات بالأحماض العضوية بمضادات الالتهابات وبالتالي يعني هو رقم واحد كما ذكر بدون إيش بدون مناسع طبعاً بإمكاننا ناخد اليوم القريس على هيئة أشكال عديدة إما النبات نفسه أوراق القريس ونقوم بغليها ونشرب على هيئة شاي نضع حفنة من الأوراق مقدار اليد في لكأس من الماء يقدر 150 مل ويغلى لمدة دقيقة ومن ثم شربه طبعاً بدون إيش بدون سكر ونشرب نكرر هذه العملية ثلاث مرات في اليوم سوف نلاحظ أن خلال خمس إلى سبع أيام تكون هذه الظاهرة قد إيش قد انتهت هناك صنف آخر إما نأخذه مع القريس أو نأخذه لوحده وهو من التوتيات اليوم التوتيات موجودة أيضاً على هيئتين هيئة أقراص دوائية ما يعرف بالكران بري وأيضاً موجودة بهيئتها الطبيعية التوتيات المختلفة ذات الألوان المختلفة الأحمر والأحمر القاني والأسود وكل ما جمعنا أكبر قدر من هذه الألوان نقول قد حصلنا على أكبر قدر ممكن أيضاً من المواد الفعالة وبالتالي تؤمن لنا العلاج إن شاء الله الجانب الثالث في العلاج وهو في غاية من الأهمية ولا يقل أهمية عن القريس والكران بري أو التوتيات وهو بسيط جداً البيتامين سي الفيتامين سي مهم طب ليش الفيتامين سي مهم؟ لأنه لازم نرجع الوسط وسط المسالك البولية إلى أصله ما أصل هذا الوسط وسط حمضي وبالتالي يجب أن نرجع هذا الوسط من تقريباً من 3.5 إلى 4.5 الدرجة المعامل أو الرقم الهيدروجيني وبالتالي البيتامين سي وهو ما يعرف بالأسكوربيك أسد حمض الأسكوربيك ويؤمن لنا نزول هذا الرقم الهيدروجيني من الوسط القاعلي وهو الوسط المرضي إلى الوسط الحمضي وهو وسط الاستشفاء من هذه الظاهرة انتهينا من أقل من أربعين سنة الآن من أربعين إلى خمسة وستين هذه الفترة الزمنية هي مظهر طبيعي فيسيولوجي لكل رجل أن يلاحظ أن هناك تضخم في هذه البروستاتة إذن لا نقول انتهاب نقول هنا تضخم وهذا التضخم حميد لا يؤرق مطلقاً وهذا التضخم يكون من كلا أجانبي مجرى البول ويضغط على هذا المجرى فيتم هنا تقطع في البول إذن الشكوى واحدة أيضاً هنا الرجل يقول أعاني من تقطع بول وأيضاً يقول أستيقظ مرة ومرتين وثلاثة وأربعة بالليل وأيضاً طبعاً هو مؤرق إذن الأعراض ثابتة لتحت الأربعين وفترة الأربعين لخمسة وستين سنة لكن هنا لا نستطيع أن نقول له تناول الكريس أو ما شبه ذلك هنا نأتي في صنفين جديدين الصنف الأول هو القرع لذلك ننصح دائماً كما ذكرت هي ظاهرة فيسيولوجية طبيعية وبالتالي أنصح كل رجل سواء يعاني أو لا يعاني بدأ في عمر الأربعين أن يبدأ بتناول خلاص كعادة وتقاليد تمام؟ كالوقاية خير من العلاج يبدأ بتناول خمسين جرام من بذور القراءة واليوم طبعاً النية واليوم تباع مقشرة نيئة كما هي وبالتالي يضمن إن شاء الله أن يمر من هذه المرحلة بأمان وبدون مضاعفات الشق الثاني من العلاج هناك الصباريات نبتات الصباريات تعتبر العلاج الرائع جداً في هذا الموضوع اليوم متواجدة هذه الصباريات على أكثر من هي منها على هيئة الكابسولات منها على هيئة الماء الصبار هناك بإمكاننا نأخذ أضلع الصبار ونعمل منها المشروب ولكن قد يكون الطريقة الأسهل في هذا السياق هو تناول الكابسولات لأنها متوفرة جداً وقد يكون من أشهر هذه المستحضرات وأقواها فعلياً ما يعرف بالساو بالميتو هذا من أشهر أنواع الصباريات وأكثرها نجاعة في موضوع تضخم البروستات الحميد العمر الثالث هو ما بعد 65 سنة ما بعد 65 سنة هذه تراكمات قد يكون لدي كل ما سبق يعني في عند التهابات مسالك بولية لم يتم إلاجها كما يجب مريت في فترة 40 إلى 65 سنة لم أتناول هذه المستحضرات كما يجب لم أتناول بذور القرع ما انتبهتش على حالك تمام كثيرة هي المشاكل طب ما العمل أو ماذا سيحدث المشكلة هنا للأسف الشديد تتفاقم إلى ما يعرف بسرطان البروستات ولكن أنوه إلى أمر هام جداً سرطان البروستات هو السرطان الوحيد الذي لا ينتشر وبالتالي لا يؤرق قد تكون الكلمة صعبة سرطان البروستات ولكن يعني قد يعني إذا قلت قد لا ينتمي إلى السرطان فإن شاء الله أنا صادق في هذا التعبير لأنه لا ينتشر لا يشكل ضرر لا يشكل إزعاج ممكن عمل عملية بسيطة استئصال هذا جزء أو كل من هذه الغدة البروستات وتنتهي العملية وكأنه استأصل مرارة أو استأصل زايدة أو استأصل أي شيء من هذا القبيل دون قلق وتوتر من هذه الكلمة وأريد أن أختم هذا الفيديو بنصيحتين إن تم عمل بهم فلا نشعر بتضخم البروستاتا مطلقا من عمر 40 وطبعا النصيحة ما قبل عمر 40 ولكن لن نشعر كما ذكر في هذا العمر عمر فيسيولوجي إن أشعر بها لن نشعر بها مطلقا وتمر هذه الأيام والسنين دون متاعب وأنجو أيضا إن شاء الله من إيش من سرطان البستات ما هي هاتين النصيحتين أولا ممنوع أن أشعر بالبور ولا أتبور يعني لا أحشر البور فورا عند الشعور برغبة بالتبول أن يتم التبول هذا أولا ثانيا وهو الأهم أيضا وهي كما ورد في السنة النبوية أيضا التبول جلوسا وليس وقوفا لماذا؟ التبول جلوسا يجعل من الزاوية منفرجة فيتيح لغدة البروستاتا كما ذكرت هي على جانبي مجرى البول أن تنفرج أن تنفتح وبالتالي يتم إدرار كامل للبور أما التبول وقوفا يعمل العكس هات الغدتين اليمين وشمال يضغط باتجاه الداخل فيزيد أدد الضغط على مجرى البول وبالتالي لن يكون هناك تفريغ كامل لمين لالبول وتعود المشكلة من أول وجديد في ذلك الموضوع أنا قلت نصحتين معلش سامحوني بدي أضيف كمان نصيحة وهذه النصيحة للشباب وكثر من يسعى إلى مستحضرات لتأخير عملية القدر وأقول بهذا المناسبة أن هذه المستحضرات هي واحدة من أهم أسباب المشاكل للمسالك البولية والظهور المبكر لتضخم البلستاذ ودوما نتمنى لكم نوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة